السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في مستشن جديدة النهاردة نتكلم عن القوى الاساسية و نظرة shell او fundamental forces and shell theorem هنتكلم عن ايه هي fundamental forces هندخل بتفاصيل اكتر شوية عن ايه هي gravitational field وهي potential energy من gravitational force و هنتكلم عن ايه هي اول حاجة احنا في الحياة الطبيعية اي حركة بتحصل على الارض او في اي حتة في الكون هي من ناتج عن force عندنا حاجة مثلا زي tension force لما نجيب كرة و نلفها ده في tension force احنا لما نجي النط و ننزل اللي بتخليه ننزل لتحت هو gravitational force عندنا electromagnetic force عندنا و اناها فورس كتير جدا ولكن العلماء لو ان في اربعة فورس رئيسية او اسموهم 4 fundamental forces 4 fundamental forces دول اللي هما ابسط اشكال فورس و ما يدورش يتبسطوا اكتر من كده و عندنا يعني احنا عندنا اي فورس اي فورس في الدنيا احنا ممكن احنا يقدر نسيمبليفايد لحد ما نوصل لواحدة من الاربعة فورس الرئيسية او 4 fundamental forces اللي هما gravitational force, weak nuclear force, electromagnetic force and strong nuclear force عندنا فيه properties لكل فورس منهم عندنا مثلا gravitational force و electromagnetic force الاثنين بتاعهم infinite بمعنى ان انت دلوقتي انت فيه gravitational force يتأثر عليك من الامر بيشدك دلوقتي ولكن الفكرة ان انتوا بعد جدا عن بعض و ان الناس بتاعتك وليلا جدا فالفورس اللي تعتبر نجلاجة والمشآية لازمة اي حاجة حواليك بتشدك بالforce of gravity اي مجرة بعيدة عن المجرة بتاعتنا واي حاجة في الكون هي بتشدك بس طبع عشان المسافة بتبقى بعيدة جدا 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 بتخاصر فورس دي و كانتها غير موجود اصلا وده بيأثر علي اي object في الكون gravitational forces و electromagnetic forces بتأثر علي اي حاجة ولكن electromagnetic force تشترط الناس اي حاجة مثلا مش هتأثر علي اي اي فورس اي electromagnetic force برضو electromagnetic force range بتاعها infinite معنى ان احنا لو جبنا negative charge على الارض وجبنا positive charge و حتناها في مجرة تانية الاتنين هيسهروا على بعض ب electromagnetic force هي طبعا هي برضو بتفاري مع distance square inversely proportional مع distance square بمعنى كل ما تدق لو distance زادت الضعف الفورس بتقلي للربع فلما تكون المسافة بينهم مئات و الاف light years الفورس طبعا تعتبر عليك انها موجودة ولكن electromagnetic force اقوى بكتير من gravitational force عندنا حاجة weak nuclear forces هي الفورس اللي بتبقى مسؤولة عن radio active decay زي beta decay و كده و دي تعتبر اضعف من electromagnetic force ولكن اقم من gravitational force والرنج بتاعها صغير جدا strong nuclear force هي اقوى نوع من انواع الفورس دي اللي بتبقى موجودة في nucleus و هي دي اللي بتمسك protons و neutrons ببعضهم دي تعتبر اقوى من نوع من انواع الفورس و برضو ما بتأسرش غير عادة على elementary particles او particles اللي هي زي protons and neutrons و quarks اللي جواهم و كده والرنج برضو بتاعها صغير جدا جدا عندنا الفورس دي اللي كانت مطلقة نظريات كثيرة جدا اينشتاين قال ان الفورس دي بتبقى عبارة عن البندنج بتاع ال space time fabric ولكن ال quantum physics قالت بعد كده ان الفورس دي مش شرط ان يتكون الحاجات دي و في الاخر ال quantum physics hypothesized ان كل الفورس دي مسؤولة ناتجة عن بارتكيلز معينة بتعملها يعني مثلا ال gravitation force يقال ان في بارتكيل اسمها ال graviton هي المسؤول عن ال gravitation force الايكترونياتيك فورس الفوتون ان هو عبارة عن جزم الايكترونياتيك رادياشن ال light فقالوا ان البارتكيلز هي المسؤول عن الفندمنتال فورس دي عشان كده اي حاجة في الدنيا بتسيمتليفاي لان هي انتر اكشن ما بين بارتكيلز فبتسيمتليفاي للاربع فورس دي الرئاسيين دي دهاتي وحابين نتكرم عن ال gravitation force احنا لو عندنا two objects لو انت object بتاع ماس بتاعتك m ومثلا ما بينك وبين الارض الماس بتاعت الارض m e وما بينكم مسافة r هيتلعلمنا في الاخر ان الفورس ما بينكم وبين بعض هي g m m e على r square معناه ان هي بتفاري proportionally مع ال product بتاع الماس بتاعك وال object التاني وبتفاري inversely مع distance square فده اللي بيخلي ان مسلا ان ال gravitation force اللي بينك وبين الامر والعلى جدا لان انتو الناس بتاعتكم مش اعلى حاجة والرجلس ومسافة بينكم كبيرة قوي فالفورس اللي منك تعتبر negligible فدلوقتي دي دلوقتي force مدام force معناه في acceleration دلوقتي اي object جنب gravitation field جنب اي object بي accelerate بي accelerate بمقدار قد اي اي احنا عندنا من نوتن ساكند لو ان الفورس بتسوي الماس في acceleration فلو عوضنا لو شلنا الفورس وحطينا مكانة جي ام ام اي over r square هتلاعلم في الاخر ان فيه acceleration due to gravity اللي احنا بنديله رمز مميز بنسميه جي يسوي جي ام اي على r square ده ال gravitation acceleration بتاع الارض mass earth ولكن لو عادين نجيب gravitation acceleration بتاعت السن مثلا بنشيل الماس بتاعت الارض ونحط الماس بتاعت السن هنا في الحالة دي هي بتبقى distance برضو نفس المسافة بين center of mass بتاعت مثلا planet او sun او whatever انت بتحسب من خلال ايه ما بينك او ما بين الساتيلايت او ما بين whatever two objects اللي انت تعمل حسابك عليهم بتعمل distance من center of mass الاولاني center of mass الاوبجيكت التاني دلوقتي الوقت احنا دلوقتي لو عندنا object من height h دي كsimplification حاجة مهمة للتوضيح لان فيه كذا حد ما بيخدش بالي ان action gravitational acceleration تعتمل على distance فلو انت دلوقتي ما بينك لو انت مثلا على height h فوق الارض مثلا بتحسب distance ما بين center of mass وبطاعت الارض وبطاعتك فبتعمل radius بتاع الارض زائد height بتاعك all square هي دي distance كلها ولكن الفكرة gravitational field او gravitational acceleration كانت خديعة في الاول لان اول لما نيوتن طلع فكرة universal law of gravitation كل الساينتس كان معترضين بسبب ان كل الفورس اللي موجودة كانت contact forces بمعنى ان هي كانت لازم يكون لازم التوضيح للمسوا بعض عشان يتعرضوا الفورس دي قالك ازام كتكون في فورس يتأثر على فورس تانية من بعيد فنيوتن introduce the idea of field فكرة انه في مجال ان اي object مثلا زي الارض عامل مجال حواليه اي حاج يوقف في المجال ده بيتأثر بفورس او بيتعرض the gravitational acceleration according to the universal of gravitation فدي كانت تعتبر فكرة الفيلد او اللي هو كانت فكرة نوعا ما لسه جديدة ما كانش حد لسه ما كانش حد لسه متوقحة او فاهمها قوي ولكن بعد كده مع مروج السنين يتعلم احنا نكتشف فعلا ان الفورس هي حاجة مشهورة جدا في حيات كتيرة فيه فورس كتيرة جدا direct magnetic force مثلا برضو بتمشي بنفس المكان في حاجة اسمها electric field وماغنيتك فيلد بحاولين في توقتي برضو احنا عندنا ان برضو ان او انت اي object gravitationally bound او بيتعرض gravitation force والobject تاني بيكون ما بينكم حاجة اسمها gravitation potential energy او او ايه ug gravitation potential energy دي بتسوي gmm over r فكرة negative وال positive او كده هي ما هي فكرة frame of reference يعني احنا بناخد frame of reference ان احنا لو بعدنا مسافة انفينيتي بعدنا جدا عن الobject بنلاقي ان gravitation potential energy تقريبا هي خلاص هي تقريبا هي zero وان احنا كل ما بنقرب للobject كل ما بنخسر gravitation potential energy وكل ما بنبعد عن الobject بنجين gravitation potential energy فعشان كده دي فكرة negative اه وعندنا طبعا ده قانون في قانون تاني مشهور اللي هو مجي ايتش او الماز في gravitation القانونيين يفعوا ولكن negative gmm over r هو الادق لان ام جي ايتش ده كان مجرد approximation هو مجرد تقريب بسيط وكان بافتراض ان نسافة ما بينك وما بين الكوكب او ما بين البلانت او ما بين ال sun مثلا او واتفر انت بتحسن من central object بتاعك لا تكون ال height صغير جدا ما بينك وما بينها فعشان القانون دي يدر يستخدم لكن عموما الاصح ان احنا نستدم negative gmm over r بعد ما نيوتن بقى قدر يعمل نوال universal of gravitation كان احدى الحاجات اللي اتعامل بها في القانون بتاعه ان الارث هو عبارة عن هو عبارة عن ان هو بيعتبر كأن بتاعت الارض كلها هي نقطة وده طبعا كان برضو نوعا ما زي فكرة كانت مرفوضة قالك ازاي ان احنا ندل object زي مش زي الارض دي بنقدر ان نعمل الماس بتاعتها كأنها نقطة ده مغير منطقي ولكن كان قادر يثبت الموضوع ده بس هو كان عايز يثبته كان مقتنع بيه بس هو ما كانش لسه عنده ان هو يثبت حاجة زي كده فبعد كده بعد يعني بعد شغل كتير وحوالي سبع سنين تفكير قدر ليها مزبوضة النظرية دي قدر ليها كذا بروف ولكن بروف ساعتها نوع منها طبعا معقدة ولكن هي تبصصت بعد كده حاجة اسمها الشيل ستيرم او اللي هي ان او هي بتتعامل عاداتها مع كي انك بتتعامل مع الشيل كالصدفة قالك لو احنا عندنا object uniformally dense spherical body لو احنا عندنا object كروي ودنسي بتاعته متوزعة ممكن نقول ان الماس بتاعتكولها concentrated at its center وطبعا الارض كبير جدا فانت ممكن تفترض ان هو نوعا وطبع القانون ده عليها وكان حاجة تانية قالك ان انت لو عندك اي uniformally dense spherical shell لو انت عندك بقى زي اشرة يعني تخيل الارض الارضية من خير اي حاجة جوا بفضلية من جوا قالك ان انت لو وقفت جواها مش هتتأثر باي gravitation force ده وده كانت حاجة مهمة جدا اللي احنا كده نقدرنا نستنتج ان اكشل gravitation force ما بتتأثرش بيها غير بالمس اللي تحتك معناه ان انت اي عشان تتأثر بتاعت ماس دازم تكون وقف تحتها بمعنى انت لو عندك ماس فوق راسك مش هتأثر علي لو احنا طبعا بنتعامل بفكرة وده كان برضو كان وممكن احنا نقدر نعمل على الموضوع ده بان احنا ممكن نثبت ان لو احنا جبنا الارض وعملنا حفرة وعملنا فيها حفرة من الديمتر بتاعها زي الصورة دي بالظبط ورمينا object فيها هنلاحظ ان الobject ده اكشل بيتعرض لأسولات remotion ازاي قالك تعالى ده وقتين افترض ان الدينستي بتاعك الارض سابتك بمعنى فلو احنا قلنا دلوقتي احنا دلوقتي احنا قلنا ان مفيد ان ان انت بتتعامل بالماس اللي تحتك فلما الكورة لو صرفت في اول صورة او تاني صورة لقى ان في تاني صورة الجزء المنور من الارض ده اللي اكشل بيأثر على الكورة الجزء اللي فوقيها ده مش بيعمل اي حاجة فنلاحظ ان مفروض ان مدام الارض الارض الدينستي بتاعتها تقريبا سابت داحت من الارض الدينستي بتاعك الكورة وهي لسه على سطح الارض او الارض الماس اللي بت سےي بالزبط Brittpton buy دي ان الماس اللي بتاثر عاليا داحت شوية داحت سمار لي ان الماس بتاعة الكور cola من الخالف الطاقة Ext котором الارض Green كالعض لو احنا نجينا ما ناخد دي عوضنا بيها في لان فورس بتساوي جي ام ام جي ام في ام اي ليه الماس بتاعت الارض الام اللي هي الماس بتاعت الابجيكت على الارض في ار دا تاة بتاع الجزء من الارض اللي هو تحت الكرة اللي هو بيأثر عليها فاحنا دلوقتي عندك ان عندها دلوقتي اللي احنا قلنا ان الار دا ممكن نحاولها كفكتور نوتاشن انت عندك ان الار دي كانها R Vector لان انت عندك ان انت بتنزل لتحت فانت كانك ماشي في اتجاه ال R Vector وان عندك ان طبعا ان ال Gravitational Force بتبقى opposite direction من ال R على نوصا ان F بتسوي جي ام اي ام على R E cubed في R. الحد يلاحظ ان دي نفس الفورم بتاعة هوكسلو. F بتسوي كي اكس. وان الكي هي جي ام اي ام على R E cubed. ده فدي واخد نفس الفورم بتاعت الاستولات. فاحنا لو عدينا object من دايمتر كده زي الارض هلا ان ال object بيتعرض لحركة متكررة شبه الاستولات بالزبط. طبعا دي كانت مقدمة بسيطة جدا يعني ايه fundamental forces والshell serum والابليكيشن بتاعتها وايه اهميتها في ان احنا اكشى اللي يقدرنا نسبة فكرة ال Gravitational Force. طبعا اكون استمتعتم وشكرا للاستمعكم.